كيف كنتi؟ كي لا تكون انسان سلبي وانسان كلب كلاب وسأتكلم عن زوحة الكوكب الفقر والنحص دعونا نتكلم عن المشتري ونتشرف ان احنا نتكلم عن المشتري كوكب الحظ والفلوس والفلوس اللي بتزل النفوس ونتكلم عن المشتري كوكب التوسع والتمدق والانتفاخ خالص 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 ذلع النزوء واشنا اتفقنا قبل كده مش شرط ان انت تكون انسان مثالي ومميز عشان تكون مشهور بالعكس انت ممكن تكون انسان تافه وما منكش اي فايدة في الحياة ولا تحمل اي مؤهلات ولا اي شهادات ولا عندك اي قدرات ومع ذلك تكون مشهور وتكون يعني محظوص وتكون حاجات كتير قوي وتكون فيلسوف يعني سبحان الله تكون انت جاهل وفيلسوف في نفس الوقت ده اذا كان المشتري عندك في الخريطة واخد مكانة كبيرة واخد مكانة عظيمة في الخريطة يا سلام سلم هتكون فيلسوف جاهل هتكون فيلسوف جاهل مشهور الحظ بيلعب معك فبصراحة احنا بنحسد المحظوظين بس مش بنحسدهم اوي احنا بنحسدهم نص نص مش بنحسدهم خالص يعني الحظ ده يا اخي في الاسلام شيء حاولت افهمه كتير الحظ هو اللي بيخلي الانسان الذي لا يحمل اي مؤهلات يظل في السلطة وفي الرئاسة ورئيس الجمهورية يعني كم رئيس الجمهورية يظل فيه 42 سنة هتديك مثال بسيط خالص مثال بسيط وزغانطوت معمر القذافي كان مجرد ملازم في الجيش عمل انقلاب على الملك واصبح رئيس من وهو عنده 27 سنة لحد وهو عنده 70 سنة او 69 سنة تخيل الحظ ايه الحظ اللي يخليك تكون رئيس جمهورية وانت لسه عندك يعني 27 سنة او 28 سنة ايه الحظ ده ايه الحظ الكبير الجامد اوي ده يعني وفي العصر الحديث اللي هو المفروض انه العصر الحديث اه فبصراحة الحظ لما بيضرب ضربته بيخلي ناس جهل كتير اوي اه تكون فوق من ضمنهم مثلا مسلا انا شرحت لك معمر القذافي ده وعرفتك يعني ايه معمر القذافي اللي كان انسان جاهل ده حتى ما كانش عنده شهادة جمعية اه ولو كان عنده شهادة جمعية ما كانش عمل في نفسه اللي هو عمله ده اه اه صدام حسين صدام حسين ده نفس النظام واعتفتكر انه هو كان من العلماء كان انسان جاهل وما كمنش مدرسة وتعلم متأخر وتعلمه عنده 12 سنة وحالته حالة ومع ذلك بقى يعني بطل من الابطال وانسان يعني جامد جدا في الحياة فهو ده الحظ هنتكلم بقى عن مشتري السرطان مشتري السرطان هو المشتري اللي بيتوسع في الاوطاء او هو اللي بيوسع رقعة الارض التي تمتلكها فممكن تشتري بيت وبيت 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 وارض 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 ويكون عندك عكار وعكار وعكار فيا اخوتي في الاسلام والايمان اذا كان واحد زي معمر القزافي بقى رئيس وبقى حالته حالة واذا كان سبحان الله صدام حسين بقى رئيس وبقى حالته حالة واذا كان فلان وفلان وفلان من القو اصبحوا كبار ويعني رؤساء ووزراء وحالتهم حالة مرة حالتهم حالة يعني فلوس ونفوس وسلطة وتحت قدئهم وزارات بحالها وهم عبارة عن بقر عبارة عن شوية حمير وشوية بهايم بيحكم الدول فباختصار الحظ هو لما بيضرب ضربه طو بتلاقي النملة بقت فيل وبتلاقي الجحش بقى عالم من العلماء انا معرفش كيف يعني انا معرفش كيف العالم ده بقى الجحش ده اللي بيتكلم بهو العالم وهو اللي بيتصدر المشهد وهو اللي بيطلع في التلفزيون هو اللي بيطلع في الإعلاء وهو اللي الإعلام بيصدره لك في الوجهة فده اسمه حظ فخليك مؤمن ان الحظ ده قصة كبيرة وقصة طويلة عريضة من ضمنها ان المشتري يكون في السرطان المشتري في السرطان موجود عندي ناس كتير جد امريكا نفسها عنده مشتري السرطان جورج سورة عنده مشتري السرطان كتير او من الناس المفروض ان هم مشاهير وعملوا حاجات كتيرة عنده مشتري السرطان جورج سورة ده من اغنى اغناء العلق في ناس كتيرة جدا هتلاقيهم في الحياة عنده مشتري السرطان مشتري السرطان بقى بيديهم عقارات عمارات اراضي زر فلوس لو تجروا في الزراعة بيكسبوا على حسب حاجات كتيرة جدا في الخريطة لكن مشتر السرطان هو كوكب في شرفه وبالتالي بيدي طاقة حظ كبيرة جدا ده إذا الإنسان استخدمه كويس وإذا كان هذا الكوكب لا يعاني من اتصالات نحيسة كتير ولكن للأسف سنة 1990 كان زحل الجدي ضد مشتر السرطان وبالتالي الناس اللي حاليا بيسمعوني من موليد 1990 احنا عارفين ان انت عندكم مشتر السرطان وعارفين ان انت عندكم زحل الجدي وعارفين ان انت عندكم زحل في مقابلة المشتري والحظ مش مرتفع زي ما نبحكي لكن هو مفيش هلانتو قابلكم ب12 سنة كان في نهس وبعدكم ب12 سنة في نهس وكل 12 سنة بيجي مشتر السرطان فالمشتري في بيته او في شرفه بيد طاقة حظ غريبة عوز بالله من الشيطان الرجيم المشكلة الحظ لما يجي معك حلو لما يجي مع غيرك حلو المشكلة الحظ لما يجي مع الجحش ويعمل منه رئيس جمهورية دي مصيبة سودة المشكلة الحظ لما يجي مع انسان تافه حقير وانت عارف ان هو تافه وحقير وهو عارف والناس كلها عارفة ويعين في منصب كبير يعني انا ما اقولي بس هاتكلم عن مشتري الاسد وهنبقى نتكلم عن المشيرة عبدالحكيم عامر سبب النكسة في سنة 1997 يعني من ساعة معرفة ان عبدالحكيم عامر كان من موليد مشتري الاسد ومن برج القوس ومعرفة ان هو انسان يعني الله يسطر بس مش عارف الواحد لو اتكلم دلوقتي هيتحبس و لا لكن على العموم الإنسان التافه ده اللي جابه لنا جمال عبد الناصر ويعني ربنا ابتلانا بداه وابتلانا بداه كانوا الاتنين ابتلاء من الله فكانوا سبب في خسارة مصر في حروب كانوا سبب في تدمير دولة بحالها كانوا سبب في خراب وتأخر وتخلف ملايين من الناس تخيل الإنسان المحظوظ لما يصل إلى منصب كبير استغفر الله العظيم يعني الإنسان المحظوظ يكون عنده فلوس وأرضه وصيارات وبيت على جمع لكن المشكلة بقى المشكلة فين المشكلة لما يكون بلطقي ومحظوظ المشكلة لما يكون مسك منصب وتحت إيده ورقاب الناس ومؤتمن على بلد ويضيعه ويبهدلها بهذا الشكل حظ احنا ما عندناش مشكلة مع المحظوظين احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا انه ثلة من التفهين محظوظين ولا عجب ان مواليد مشتري السرطان او مواليد مشتري القوس يا ما هتلاقي فيه من استفاه يا ما ويا ما ويا ما ويا ما هتلاقي فيه من استفاه يحصلوا على الاشياء بدون اي تعب بدون اي مجهود حتى بينجح في المدرسة بدون ما يذاكر فهو ينجح في المدرسة بدون ما يذاكر وبيزور الشهادة وبيعمل كل حاجة مزورة وحياته كلها مزورة ولكنه مزور محظوظ ولكنه تافه محظوظ يا اخي الحظ غريب الحظ عجيب مش معقولة فيه ناس عندهم حظ استغفروا الله العلي العظيم يفلق الحجر يعني مجرم قتل تلتمائة امرأة وطلع من السجن عنده مشتري السرطان ولا مشتري القبص فده كيف مجرم ويطلع من السجن بسبب الحظ انا عرفش كيف طلع يعني غريبة يعني حاجات مش مفهومة ترجمة نانسي قنقر